حدثنا وكيع أخبرنا هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن أبن الأدرعي قال كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته قال فرآني فأخذ بيدي فانطلقنا فمررنا على رجل يصل ليجهر بالقرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون مرائيا قال قلت يا رسول الله يصل ليجهر بالقرآن قال فرفض يدي ثم قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة قال ثم خرج ذات ليلة وأنا أحرسه لبعض حاجته فأخذ بيدي فمررنا على رجل يصل لي بالقرآن قال فقلت عسى أن يكون مرائيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه أوب قال فنظرت فإذا هو عبد الله ذو البجادين